شؤون الزراعة والثروة البحرية بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تسهم في ديمومة الثروة البحرية والحفاظ عليها وأكد القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية المهندس إحسين مكي أن الحملة التفتيشية والتوعوية تهدف أيضا لضبط مستخدمية سليب الصيد غير القانونية التي تؤثر سلبا على المخزون السمكي وأوضح أن الحملة المشتركة منعت 34 صيادا مخالفا من الصيد بشباك النايلون المخالفة بعد ضبط ومصادرة الشباك قبل استخدامها في عملية الصيد